هذا التاريخ كان اختياره دقيق جداً جلالة القائد الأعلى عندما اختار هذا التاريخ وهي مكرمة منه أيضاً هذا التاريخ كان فيه طبعاً سبق معركة الكرامة وكان هناك اشتباكات كثيرة على الحدود الأردنية بما يسمى بحرب الاستنزاف كانت هناك عدة اشتيحات أحياناً عمليات حروب على الحدود ما بين القوات مسلحة الأردنية وما بين أيضاً الجيش الإسرائيلي الذي كان خارج من الـ 67 وأيضاً كان هو يعني خارج من يعتبر حاله خارج من نصر وكان هو مستمر في هذه العمليات على طول الحدود الأردنية كان في يوم 15 شباط كانت فيه معركة واستشهد فيها سبعة من أبناء الكتيبة الحسين الثانية بما فيهم قائد الكتيبة اللي هو مصور كريشان فكانت هذه المعركة على الحدود الشمالية من الأردن يعني تقريباً على طول الواجهة حتى وصلت أن هناك حوالي 45 شهيد من المدنيين حول إربد والقرى المحيطة في إربد فكانت سبعة كلهم من الكتيبة وهذه كانت معركة وأيضاً هذه المعركة كانت اشتباكات كبيرة جداً من المدفعية الأردنية وأوقعت خسائر كبيرة أيضاً في الجيش الإسرائيلي على الضفة الثانية من نهر الأردن فاختيار هذا التاريخ بالضبط له دلالات كبيرة كان هناك شهداء من الكتيبة الحسين وكانت المعركة أيضاً مستمرة عمليات الاشتباكات وحرب الاستنزاف على طول لأن يعني يعيدنا إلى الشهادة وما قدّبوا الآباء والأجداد وما قدّبوا أبناء قوات المسلحة الأردنية في ذلك الزمان وأيضاً واستمر هذه العمليات استمر النصر حتى معركة الكرامة الخالدة التي لقّن فيها الجيش الإسرائيلي درساً كبيراً